وجد الترحيب بحضراتكم مرة تانية في جمهور التالتة وجي معادنا مع الفقرة الاوروبية مع سيد محمود دياء يا دياء اهلا وسهلا بيك زي كابتني اخبارك ايه اخبارك انت ايه زي الفودة الحمد لله امور ماشي كويس يعني مع هذا منشستر اه تمام اتعورتوا تلاتة النهار ده يعني اه تمام ومدرب الشهر واحسن جوف في الشهر ومش اعرف ايه في الشهر وبعدين ما فيش ايه حاجة في ال ايه 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 صحية طيب خلينا ابتدي معك اه هاي اسألك عن محمد صلاح بطش النهار ده كان صعب جدا امام كريستل بالس الشوت الاولاني كان صعب تحديدا جدا حسن ليفر بول بعيد جدا عن اللقاء شوت تاني الامور اتغيرت كتير اسألك على مرموش وهاسألك على مصطفة محمد طبعا لسه حال انا لسه حال المصطفة مسجل في باريس بالضبط يلا نبتدي بابو صلاح والارقام اللي عمال ليكسار خلينا نقول النهاردة صلاح حطت الجون رقم مئتين لي مع ليفر بول الجون مئة وخمسين في البريمير ليج وده رقم مش قلال خالص لان هو الوقت يبقى عاشر الهدفين التاريخين في تاريخ الدور الانجليزي كله وبتساوي مع مايكل اون اللعاب ليفر بول ومن هو قبل جدا صلاح هو واحد من ثلاث حلول بس موجودين في ليفر بول السنة دي اه ما بين صلاح ما بين الشوت من بعيد ما بين الكورة السابقة لكن حتى هجوم ليفر بول زمان كان فيه مانيه زمان فيه فرمينو بيسنن لكن دلوقتي نونيز بيضاع فرس كتير جدا لويز دياز اغلب الوقت معزول ومش موجود صلاح هو واحد من اهم الحلول اللي موجودة اللي حصل النهاردة توج مجموعة من ارقام الكلسال صلاح اللي خلنا ممكن نبدأ نبص عليه كده مع بعض صلاح بقى اول افريقي سجل 150 جول في تاريخ البريمير ليج المركز العاشر دلوقتي وقدامه 13 جول عشان يكون المركز الثامن في الهدفين بتاع البريمير ليج وده رقم مش قلال خلاص اه بنتكلم هو هو اول افريقي سجل 150 جول في البريمير ليج هدفة تاريخي الليفر بول دي من قبل كده في البريمير ليج 148 جول خامس الهدفين التاريخين عموما لليفر بول ماسك 40 جول ما بينه وبين اين راش فدي محتاجة لسه كان موسم عشان نعرف نوصل لها لسه شوية بس يا راش انا عملت معاه حوار قبل كده بيحترم صلاح الى ابعد حد جدا هو هو كان هدفة تاريخ في البريمير ليج قبل صلاح ايه صلاح هو اللي خدها منه يعني ايه في المطش طبعا كان باعب منشستر يونانت برضو تماميا اا اكتر لعب يسجل الجوان في موسم واحد من الضقل ازضربة الجزاء و 31 جول واكتر لعب يسجل في فرق مختلفة في موسم واحد اكتر لعب يسجل في المسابقات الاوروبية لليفر بول واكتر لعب يسجل في المسابقات الاوروبية şeyler اينادي انجليزي خالص اقام رهيبة ما شاء الله اسرع هاتريك في تاريخ البريمير ليج اكتر لعب يسجل مع ليفر بول في موسم واحد 44 جول دي ابرز للأرقام القلاسية مش بس كلها لكنها هي الابرز اللي موجودة أسرى هاتريك ده كان قدام رينجور ده السنة اللي فاتت من على الدكة ست دقايق واثناشر ثانية بس عشان نسجل فيهم هاتريك فأرقام ممتازة جدا دحققها محمد صلاح مع ليفر بول في البريمال ليج النهاردة كمان مرموش بيسجل جول وبيصنع اثنين قدام بارني ميون حشان يكسبه خمسة نتيجة كبيرة جدا كمان محمد من شوية عادل نانت قدام باريس سان جيرمان في المباراة في الدول الفرنسي وده باريس سان جيرمان فخط هجوم منتخب مصر ما قبل أمم أفريقيا منتعش مشرق نتمنى أن الكلام ده يستمر يعني لحد ما ندخل أجواء البطولة بإذن الله النهاردة مرموش عنه مرة ممتازة تكسبه خمسة اه هو سجل الجول سجل الجول الأول وصنع بعد كده كمان جنين فبدأ ممتازة جدا يعني لمهاجميننا في أمم أفريقيا بإذن الله نتمنى أن الكلام ده يستمر لحد يناير بإذن الله طيب ده شيء عظيم عايز أتكلم معك على يونايتد قبل بقى ما نروح للقصة بتاعتنا اللي أعتقد أنت مجالزين حاجة عن الفانتازي بالظهر فخلينا أسألك على يونايتد التعويرة كبرت ولا إيه التعويرة بالى عشر سنين يعني التعويرة في منشستر بالى عشر سنين ومن غير ما نقول كلام مكرر خلينا نلخص الموضوع في نقطتين كده بسرعة دورة حياة منشستر يونايتد من بعد ما في رجسي مع تأزال هي عبارة عن إن إحنا بنجيب المدر فنبدأ نصرف عليه فلوس فنجيب مدرب نصرف عليه فلوس يروح التنفور بعد كده ما نصرفش نفس القدر فأنا يبدأ ما يجيبش عداية فهي ماشي وهكذا ده حصل مع آآ لويس فنجال دورة حياة المدرب في منشستر يونايتد بصدق حصل مع فنجال حصل مع موريني وحصل مع سلشاير الفارقة بس بحاجة بسيطة جداً إن هو يقعد سنتين ولا يقعد سنتين وربع يعني يخش المرسم من التالي تبعين يمشي هو ده نفس اللي بحصل إدارة منشستر يونايتد همها الأول فقط هو الاقتصاد مش همها إن إحنا نبقى نادي زي ليفر بول بيبني فيه ناس بتقول إنه السبب وراء حالة التعثر المستمرة ليونايتد السير نفسه إنه تدخلاته وآراءه مش منضبطة مع حالة التطور الكبير اللي حصلة في الكورة كان له صح أو لا؟ ده جزء طبعاً من الموضوع والجزء كمان التاني إن رحيل السير المفاجئ اللي هو كان متحكم في كل شيء أي نادي في الدنيا ليه مدير رياضي اللعيبة كمان وهي مش موجودة في النادي يعني أنا مسلا عايزت عاقض مع اللعب الفلاني بشوف هو بيعمل إيه في حياته الشخصية بره عشان عارف هيعمل إيه جوة الملعب كل ده كان بيعمله السير وهو اللي كان محجم الجليزرز وتحكمهم وإن هم بيديروا الموضوع بس من الناحة الاقتصادية ما بعد رح يقول الموضوع كان مختلف خلص فبدأت ليف في الكلام ده وكان العادة اللعيبة مش عايزين أو مش عايزين حد يشد عليهم من الآخر مين أكتر مدير فني؟ أنت كراجل متشجع مانشستر يونايتن تزعلت أنه ماشي؟ آآ سولشاير ومورينيو سولشاير لأنه من أساطير النادي كان بدأ يحاول يعمل حاجة ولكنه للأسف مدرب مش كبير قليل مورينيو هو مورينيو طبعاً ولكن ما بعد مؤتمر الإيرث الشهير ما بعد خروج مدرب أبطال الموضوع الكيرف نزل وبعد يمشي لعيبة مانشستر معتادة أنها تتراخة يعني لو جدنا كده الصور الخمس صور اللي جايين دول واربعاً هتقى أن اللعيبي في منشستر مع كل مدرب بيطلع أخبار في الصحافة أن المدرب الفلاني خسر قد اللبس اللعيبة ما بقتش عاز المدرب حصل مع كل المدربين ها ده اتفاق بقى هتلاقي حصل مع ديفيد مويس حصل مع لويز فنجال حصل مع مورينيو حصل مع سولشاير حصل مع رالف رانجينيو حتى المدرب المؤخر ده كده ديفيد مويس الخبر ده في الفين واربعتاشر ايه. الصورة اللي بعدها فنجال في الفين وخمستاشر. اه. الصورة اللي بعدها مورينيو في الفين وتمنتاشر. صورة اللي بعدها سولشاير في الفين وعشرين او الفين وواحد وعشرين. ايه. بعدها رنجنك حتى المدرب. وقف بنفس التعبير تخيل. بنفس. ايه ايه. ودلوقتي كمان معتين هاجة. حصلت معتين هاجة قيلت وعن تنهاج قلت لها قلن ده كلام صحافة واحنا هنرد في الملعب. عندما بعد مفوز على تشيلسي. مه. فخسرنا المطش اللي بعد قدام فده شيء مكرر. المشكلة في منشستر هي هي بتحصل فعلا بقى لعشر سنين. يعني لو بصنا كده على تويت اتكتبت زي النهاردة من عشر سنين. يب. ماشي. هتلاقي بيقول ايه? هجبها لك حالا. هتيجي حال. اه. هتلاقي هو بيقول ان منشستر روناتب محتاج يتحسن. اه. في بعض مناطق اللعب. اه. اه اوقات اللعب. في التمريض. في التمريض. في صناعة الفرص. اه. اه. لو جينا اقولك في وقت فنجال هنلاق منشستر روناتب حسن في صناعة الفرص. اه. وفي التمرير. وفي الدفاع. لحد النهاردة منشستر روناتب حسن في صناعة الفرص. وفي التمرير. وفي الدفاع. صحيح. لانتب غير مدربين كتير. غير لعيبة كتير. غير كل حاجة. ولكنه محتاج يغير ادارته اولا. ويبقى عبارة عن نادي كرة قدم زي البن قدمين. ليه مجير رياضي. ليه حدي بيتحكم. فين لوقتي ده موجودة بالاسماء. جوم برطو دارين فليتشر وغيرهم. ولكنهم فعلا على ارض الوقت مش موجودين. الامل كان موجود من كم شهر في بيع النادي للمستثمرين القطريين. وبعدها تبدأ رحلة جديدة. ده ما بقاش موجود. في كلام عن استحواز جيم راتكليف اللي هو مالك نادي نيس على تلاتين في المية. ويبقى مسؤوله عن الجانب الرياضي. ده قد لا يكون شيء مثالي. ولكنه ممكن يكون مؤثر للامام بنسبة ولا وبسيطة. طيب. ايه هوس العالم كله دلوقتي ناحية الفانتازي. اه هوس كبير جدا. الفانتازي تحديدا اكتر حاجة الناس رايحالها في الدوري الانجليزي. لو انا فاهم صح يعني. نحيح. الناس حاولت تطبق ده يمكن على الدوري المصري بس في صعوبات علشان موعيد المباراة والحاجات اللي شبه كده. بس خليني اسألك على الفانتازي في الدوري الانجليزي وحالة النهم اللي بقت موجودة في كل حتة في العالم. وتحديدا في مصر. الناس في مصر بقت مجنونة بالفانتازي. بصة كبير الفانتازي هي حاجة انت حابب تتوقع شيء. فتشوفها تاخد منه ايه. فلما تاخد توقع حاجة وتحصل ده بيدك نشوة. فانا عايز ادرب تاني. تعال. ماشي. فهي من الاخر ببساطة. اه. هي رهان حلال. ماشي. بعيدنا عن الرات الحرام ربنا يا بعيدنا عنها جميعا. اه. يعني بس ده رهان حلال. انا توقعت ان كابت تنبرين فاي الموتش الجاي جيب هاتريك. اه. جاب هاتريك. انا كده في السامة خلاص. خدت شوية نقطة. بس اه. بالنهاية هو منافسة مع صحابك. اه. منافسة مع ناسة اللي حواليك. اه. خلينا نقول كده سريعا ان الفانتازي اصلا لما بدأت ما بدأتش في الكورة خالص. بدأت في كرة القضاء من الامريكية في الستينات. والله. اه يعني هتلاقي واحد اسمه فانكو فاخ ده عمل الموضوع ده. اه. هو بيتسلى. مع ناس صحابه. فقالك عامل منافسة ما بيني وبناص صحابه. هو راجل ده? هو راجل انت اربعة وتسعين. ده الدرافت ده بيكتوب بالايد. اه. اه. ده اه. ده ايديهم. من جدول وعايشين مع نفسهم. اه. اه. اول درافت في اغسطس تلاتة وستين. في كورة القضاء من الامريكية. اه. براف عليك. براف عليك هضياء. وبعدها. وبعدها الموضوع وصل لانجلتراسي انت اربعة وتسعين. اه. بس كل ده ما كانش رسمي. يعني مسلا جريدة تلجراف عمل فانتسي. اه. موقع اليا هو عمل فانتسي. اه. موقع سي بي اس عمل فانتسي. اه. البداية الرسمية كانت للكاوسي في الفن واتنين الفين واتنين واتنين وتلاتة. ده كده اه فانتس الدور الانجليزي فقا? هو. ده الموقع الرسمي في الفن واتنين 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 و llama 23. موضوع ده. و تلاقي بقى بعد كده واحنا مشين اللعبة بتتطور وبيتغير زي ما انت شايف بتغير المواقع. الناس بدأت الاول كان بيلعبها حوالي خمسين ستين الف. اه. النهاردة وحنا هنشوف تطور المدادة خلال السنين في الاخر النهاردة بيلعبها عشرة واربعة من عشرة مليون بني ادم حولين العالم. اه. حولين العالم بيلعبوا فانتازي. اه. هما اسكية جدا في ازاي. عشرة مليون بيلعبوا فانتازي. اه. في العالم. طب اسألك سؤال لو عندك المعلومة اقول لي ما عندكش لأ. هل بيفضلوا عشرة مليون مكملين لحد النهاية. لا. لانه في مصر بيتعلقوا باول كم اسبوع بعد. لا لا في ناس كتين بتزهق فعلا. تزهق صح? اه بس مثلا بيوصل العزل ستين في المية من عدد ده بيكمل. ستين في المية بيكمل. بس يعني اه ماشي. اه. هما اسكاء جدا في ازاي يسوقوا لنفسهم. اه. يعني الاول كان الموضوع ورا حسب نقط. اه. لعيد بيجيب نقط جون او اسست او بيصد حاجة. اه. بدأوا يدخلوا شبات. يعني انت ممكن المرات دي انت شايف مسلا ان اللاعب اللي فلاني ده هيجيب جون كتير اوي. اه. لأ عامل عليك. اه. فهتاخد النقط تلاتة بدل اتنين. اه. اه. اخد نقط من الدكة. دي كده او احنا ماشيين دي التطور الشكل بتاع الموقع واللعيبة خلال خلال المواسف. اه. انا دلوقتي مسلا انا عارف ان انا بلتنافس انا وخمسة ستة اصحاب المسلا. ماشي. فكلنا عارفين اللاعب المشهورة. ماشي. عارفين صلاح وهلند والناس دي كلها. ماشي. لكن انا عايز اجيب لعيب مش معروف. اه. اروح اتابع مطش الفرقة الصغيرة عشان اجيبها. صح. فهتلاقي مطش كريستل بلس بيتفرج علي الناس كتير جدا. اه. عشان هما جايبين ايزي مسلا او جايبين اه اجيب سويت. اه. لان هو مش محتاج انا عايز اجيب اللاعب اللي يجيب لنقط انا بس. اجيب لنقط. انا بس. اه. غير البقيين صح. فابدى ادوى انا. اتميز انا في الحتة دي. بالزبط. ده فيها صيعة كمان. فيها شغل. اه. فيبدأ يدور على كل اللاعبة اللي في كل الفرق. عشان ابدأ انا اتبسط من الحتة دي. اه. عبدأ اجيب نقط لوحدي. فيبدأ يزاوب متابعة الدورة بتاعها. انا عارف ان انت اصلا مجنون فانتزي اصلا. انا عارف يعني. من زباد. اي. كل الحاجات دي بتخلي الناس تسخن اكتر على موضوع. في ناس دلوقتي بس بتعمل عن الفانتزي. صح. كل اسبوع. صح. في مواقع ما بتعملش حاجة غير انها بتقولك. ان اللاعب ده عشان مسلا صلاح هيلعب كريستال بالاس النهاردة. بس. خليني اسألك سؤال. قل لي. لو كل الناس بتمشي مع الفانتزي. تمام. في مدير فني بيلغبط لهم كل حساباته. جورديولا. اكيد. بزا. صح او لا بلط. دلوقتي بقى يعني جورديولا وصحابه. مستحيل تتوقع عادي ممكن يبقى فيه هالند وفجأة ما تلاقيهوش هالند اصلا. بزا. ما تلاقيهوش اصل في القايمة. اه. هتعملوا ايه بقى في حاجاتنا. بالنسبة هالند غلابا بكرة برا القايمة. بالنسبة دي في كلام كتير عن كده. اه. اه. في ناس معينة على تويتر انجيز. بيبقى لهم علاقات جوه الاندية. اه. بعمل غرفة ملابس مسلا. كلم جد. والله بيتسلم له تشكيل. اقول لك الحاجة. اه. من تلات. دي شغل عبدالباصل ده. ايه. عبدالباصل بضع اوروبا. بالضبط معلوماتي بتاعت اوروبا. فمن تلات سنين. اه. بطل الفانتسي اللي هو بيكسب رحلة الانجلتوري يحضر ماتش. اه. اتغير يعني واحد خسر البطولة في اخر جولة بسبب تسريب. كان اخر ماتش الليفربول صلاح ومانيه. ايه. ده عنده صلاح وده عنده مانيه. اه. التسريب ظهر ان صلاح او ان مانيه عديكي واحد في يوم جان عديكي والتاني اساسي. ماشي. الصاحب المركز الاول مكانش ساعتها موجود فمش فاتح انترنت فمعرفش التسريب. اه. فساعتها التاني عمل التغيير وكسب الفانتسي. بعدها بعدها قرروا ان يخلوا اللي هو اخر معادل التغييرات. مش قبل ساعة من بداية الجولة لقبل ساعة ونص. من بداية الجولة. عشان يقللوا التسريبات. اه. وبرضو بيحصل تسريبات. وبيحصل تسريبات. لحد ما. خلنا كده اقول لك. اكتر دول في العالم. انت عارف بس ده معناه ايه? بنظرة تانية بزاوية تانية. انه اللعبة نفسها خلقت كام صحفي. بيجيب معلومة وبيجيب خبر. في ناس عندها بس. انت فاهم انت فاهم اه. انت فاهم اقصد اقول لك ايه? يعني هو مش شغال طبع اي حد. وشغال طبع نفسه بس هو عايز بس يعرف معلومة ليه علاقة بالفانتزي. اه? فخلقت جو من الصحافة عشان كده دايما اقول لك ايه? ما بقاش اللي مفرد في التليفزيون بقى صعب. بزاق. 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 خلاص فيها فريد شاقال ليه اصلا لمصلحتهم لحاجات تانية لاغراض تانية خالص يعني. عايز قلق ان في اكاونس على تويتر معروفة جدا. اه. فلان بيسرب تشكيل سيتي. فلان بيسرب تشكيل ليفر كول. والله العزيزة. عاد بيعلقات فبقى اه. بالضبط عارف حد في الده دي فبقى بيقول له التشكيل او فلان ما يقولش تشكيل له مسلا ان فلان وفلان دول قاسيين النهاردة. اه. فهو يقول دي. بس. ما بقى انتهى لكده. يا شغل جانب. تعالى وريد كده اكتر عشر دول في العالم بلعبوا فانتزي بمناسبة مصر هي المركز التاني. ياه. عالم في عدد اكاونتات الفانتزي اللي موجودة في في اللعبة. احنا رقم اتنين على العالم. بعد انجلترا اللي هي الدورة بتاعهم يعني. كلم جد. اه. وفي دولتين افريقيتين تدين ودولة عربية كمان. يا الله تعالى. انا نخدهم كده اول عشرة. انجلترا في المركز الاول. اتنين مليون وتنمية خمسة وخمسين الف. اه. مصر في المركز التاني. انا ما جدين كورة برضو اخذ بالك. ما جدين والله العظيم. احنا شعب بيموت في الكورة زي عنيه يعني. انا نحب اي لعب وتنافس. اه اه اي حاجة تنفسية بنحبها. انا في الانس بتعمل بطولات مجمع الفانس يعني تيجي انت واربع اصحابك تعملوا اكاونت بنفس الاسم. اه. وتلعب. مركز التالت نيجيريا. ايه. نيجيريا. اه. اه. رابع امريكا. اه. خامس ماليزيا. ايرلندا. كينيا في المركز التامن. جزائر. جنوب افريقيا. ده مفيش احاجة متوقعة غير انجلترا. دي الحاجة الوحيدة المتوقعة. اه. لكن انه مصر تيجي تاني والتالت والتالت نيجيريا غريبة جدا. اه. وامريكا اللي بيقولوا عليهم ما لهمش في الكورة يحبوشوا الكورة برضو عدد كبير. اه. من المهتمين بالشانس. جزائر وجلوب افريقيا. اه. ده رقم كبير. اه نبص على اكتر عشر دول عربية. اه. الصورة اللي بعد كده. هنجيبها لك دلوقتي حالا. اكتر عشر دول عربية. عربية العربية. يبقى احنا اكيد احنا بقى رقم واحد بقى طبعا. احنا واحد والجزار اتنين. والجزار اتنين. والجزار اتنين. ماشا. السعودية العراق المغرب تونس الامارات. لا بس اتواخد بالك الرقم من مصر عامل زي احنا مقربين للمليون. مصر اعلى من يعني مصر اعتخدت مصر هي اربعة واربعين في المقام العرب. بالزبط كده. اه. يعني انت حزبة بسيطة كده. هتلاقي ان مصر واق ده الكتل اكبر اصلا. اه. بعدد كل الدول العربية اللي بتلعب. احنا ممكن نيبه اكتر من التسعة اللي تحتنا اصلا. اه بالزبط كده. اه. فالرقم اه. الرقم اه. او او او. اه. اخر حاجة عايزة رهالك. يلا. تطور عدد لعيبة الفانتسي خلال السنين. يلا. اول سنة دي الفين واثنين وثلاثة. ده تطور اللعيبة دي. بالترتيب كده الحد ما وصلنا السنة الفانتسي اعلى رقم وصل حداشر واربعة من عشرة مليون. يعني ايه تطور لعيب الفانتسي مش فهم? يعني كل السنة كان واحد بلعبها. اه الناس اللي تلعب. اه اه اه. كان اكتون فانتسي موجود لنسبة دي كده بالمليون اعلى رقم كان حداشر واربعة من عشرة مليون. النقل الاكبر فيها كانت النقل الوصلة من الفين واثناشر وتلاتاشر لتلاتاشر اربعتاشر. ساعتها اللعبة دي بدأ تنشر اكتر في مصر. طبعا مع وجوب محمد صلاح عدد المصريين اللي بيلعبوا الفانس يبدأ يكتر اكتر في سنة الفين وانسبعتاشر الفين وتمنتاشر. حد ما وصلنا حداشرة اربعة من عشرة مليون. السنة دي قال لنا شوية. قال لنا مليون عن السنة دي فاتت. عشرة واربعة من عشرة. بس ارقام مرعبة جدا بتديك الناس دي ازاي بتفكر عشان. يعني السنة اللي فاتت كان اكتر. اه سنة فاتت كان اكتر. سنة فاتت. دي عملت دي ساعة الكورونا. خلاص بقى رايحنا في البيت كلان. رايحنا في البيت كلان. عنا بس تقولوا في الاخر الارقام والحاجات دي اه من موقع اسمه live fpl.net. ده بالنسبة موقع هو الاشهر في العالم. فيما يقص حساب نقط الفانتسي والترتيب والكتان والكلام ده كله. ده اللي عمله مصري. اه. اسمه محمد رجب. فعلا. هو اللي عمل الموقع ده. هو موقع مجاني تماما وهو موقع فعلا هو افضل الموقع في العالم مش بس. كل الناس في العالم بتستنى الموقع لأ. انت لعيب فانتسي بقى فعارف. بالزبط الارقام الجرافيكس دي عملتالي ناس شريف واحدة لما قشر ناس في سوشال ميديا في مصر ودايما موجودة معايا وبتسعيد. شكرا طبعا شكرا جزيلا. فبس ده الموضوع محمد رجب فعلا بيعمل مجهود عظيم. ناس مهوسة بالفانتسي. عايز اقولك ان لما الموقع الرسمي بيقع. مم. ما بيبقاش زي تأثير ان الموقع بتاع لايف اف بي ايه ده ان هو يقع. مم. الناس بتستنى تدورها ترتبها. وبتعمل ايه وتسوي ايه. الحوار معك ممتع. هروح لفاصل وبعدين نرجع نكمل كلام. يلا بينا. يلا بينا. خلال روح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. مجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية. لسه مستمرين مع حضراتكم في فقرتنا الاوروبية ومع محمود ضياء. ضياء اخي انا سألك بقى عن آآ واحنا في السبت العظيم انجز التعبير النهاردة كان فيه مرشط كتير بتتلعب آآ زي ما كنا بنتكلم في البداية والاصراع في الدوري الانجليزي. شايفوا من وجهة نظرك حيروح لمين? حيتحسم لمين? ولا لسه بدري صعد. هو لسه بدري بس احنا السنة دي عندنا تلات مرشحين بيتنفسه. ماشي. مش واحد ولا اتنين زي كل سنة. في تلاتة بيتنفسه. ليفر بول وسيتي وارسنال. مم. ومعاهم بشكل مفاجئ لحد دلوقتي اسون فيلا. مم. اللي على الورق اخر تلات ايام كسب ارسنال. كسب منشستر سيتي. هو ثالث الدوري. ماشي. دلوقتي. ماشي. فعنده كل الحاجات اللي تخليه دلوقتي اه انا موجود دلوقتي ومنافس. مش هيكمل معتقدش نكمل للاخر. ولكنه حتى الان آآ عامل مفاجأة كبيرة جدا. مم. كل فرق من تلات فرق. ليه في تلات فرق بتتنافس او متوقع ان انت تتنافس لقدام? لان التلات فرق مش كاملين. مفيش حد فيهم هو اللي بيلمع انت شايف ان هو ده اللي موجود والبقى بيجد وراه. مم. لأ هم التلاتة قريبين من بعض جدا. مم. الاسبوع اللي فات سيتيت غلب آآ من آآ من آآ من اسطنفل الجود اللي فاتت. ايوه. اربع مرشان على التوالي سيتيت ما بيكسبش. مم. فعشان كاية سيتيت لقيه الماكز الرابع. مم. آآ امبارك. دي مش غريبة شوية. الفرق اللي عملت كل حاجة السنة اللي فاتت ونفست لحد الرمك الاخير واخد الدور ابطال اوروبا واخد الدور الانجليزي. مش غريبة البداية اللي مش احسن حاجة دي? الموضوع ده في رأيي لي اكتر من سبب. اه. اول حاجة دي بروين وغير دي بروين فارق جدا حتى وان كان هو مش دائما بقى في اعلى مستوياته. بس دايما بيدي عنصر خبرة. بيعرف في لقطة ممكن يودي هلند انفراد بيجيب جون يفتح مطش. ده ايه. ودي حاجة مفتقدها جدا هلند السناني لان اللعبها مش كلها بتساعده في حتة اللعب المباشرة لما انا اجري تشوفني فتروح رميلي الكرة هروح انا نفرد بالجون. الحاجة التانية ان الفكرة اللي دايما كل سنة بيبقى ده بيحاول يطبق فكرة. الفكرة اللي بحاول يطبقها دي بتاخد وقت شوية على ما تبدأ تستوي عشان كده هو بتلاقيه في فبراير او في يناير لما كل فرقة بتبدأ تتعب من تلاحهم المطشات هو بيبدأ يكون ياخد الرن بباعة العشرة خمس اشان مطش ملتنين على التواري مكسب. ايه. وساعتها بيبدأ يفرق آآ بكل حاجة. ولكن في حاجات دلوقتي في سيتي مازالت هي مشكلة ومش ده بس اللي ممكن يبقى ليها او هي الحاجة اللي تخلي سيتي دلوقتي بنقول ان هو مش منافس. لا هو سيتي شوية وبيرجع تاني. اولا غيابات رودري. رودري غاب تلت اربع مطشات عن السيتي. اتغلبوا من الفرهامتون. اتغلبوا من ارسنال. اتغلبوا كمان من آآ من اسطن فيلا اخر مطش. فدي حاجة مش سهلة خالص غياب رودري وملوش بديل. مم. دي اول حاجة. الحاجة التانية كمان ان سيتي حتى وان كان دفاعه ما بيجيش عليه فرص كتيرة. ولكن ممكن جدا فقاموا برايس تقبل فرصة واحدة بجول. مم. يتعادل او يخسر المطش. فدي مشكلة من المشاكل بتاع سيتي. هل ده معناه ان سيتي نقدر نخرجه من الحسابات. مستحيل. سيتي مع جوردي. يقول لها في اي وقت ممكن يقادر يكسب خمس شرط مطش ولا بعد عشر مطشات وربعة بتاول. صحيح صحيح. يقال الفرق مع اي حد. والفرق لسه مازال مبعدش اولي هزي الدرجة لسه يلعب اللوت ونتاون آآ بكرة. الحاجة التانية ليفر بول. ليفر بول دلوقتي هو متصادر الدول. ماشا. هو رقم واحد حتى الامة بعد خسرت ارسلان من اسطن فيلا نهاردة. حسنا عندهم مشاكل برضو فنية. جدا. يعني النهاردة تتفرج على الشرط الاولانية. آآ تحسنه بعيد. يعني قدام كريستل بالس بعيد. وكريستل احسن منهم بكتير. احنا لو رجعنا لليفر بول هلاني فيه ستة سبعة مطشات. ليفر بول بيخلص الشرط الاول مغلوب واحد سفر. بالزبط. سيء جدا. اه. الشرط التاني بتيجي الاستفاقة. اللي هي زي ما قلنا يا اما عن طريق طلاح او شرطة من بعيد او كرة سبتة. ليفر بول هيكسب اتنين واحد تلاتة واحد. المطش اللي فات فول هام اربعة تلاتة. بنفس الطريقة او بالمهاردة كمان نفس الكلام. فاللي برو عنده مشكلة ان اي فريق بيضغط على ليفر بول اي ان كان اسمه مش هزيب يكون فريق كبير. اي برفع عليك. يعمل له مشكلة كبيرة جدا. صح. ويقدر ياخد منه الكرة ويهدده مرة واتنين وتلاتة. الغلطة الساس جاء بشكل فردي. بعيدا عن فندايك. التلاتة اللي بيلعبه مع فندايك. اي حد فيه ممكن يقول لان غلطة فردية ساس جاء في اي وقت. ماشي. يعمل ضرب الجزاء. اه باللعيب كان بعيد يعني الجون خالص ده المهار ده مصر. احرس المرمى المطش اللي فات كيلر غلط غلطة واتنين. فده وليد يحصل اي لعيب سواء جوبيز او ماتب او كوناتي او روبرتس اي حد بيلعب. ارنولد كمان. كلهم عنده نفس المشكلة. حاجة التانية هو غياب لعب الارتكاز الصريح. ليفر بول مكاليستر اللي بيلعب رقم ستة. هو في الاصل مش لعب رقم ستة. هو لعب رقم تمانية. مم. موجود عشان يلعب جنب سوبوسلاي ويبقى تحتهم لعب ارتكاز. ممش. ليفر بول ما جابش لعب ارتكاز حاول في كيسيده وفشل. الحاجة التانية هو ترى اندول اللي موجود اللي هو اللي الجاد في الاخر. وليل جدا اقل بكتير جدا من ليفر بول ويمكن صلاح بيروح اللي صناعت الاهداف في اوقات اكتر وهو مصدر تهديف كبير جدا لليفر بول. نونيز صعب جدا 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 في ان هو يسجل. بيتحرك كويس بياخد مكان كويس ولكن وقت التسجيل مصيبة. صح. بضيع عادي ثلاثة واربع انفرادات كل ماتش. جوتا يتصاب كتير وبرضو جوتا مش سابقة على مستوى ايجاج بو نفس الكلام. لويز دياز معزول تماما. وفتقط جدا الميزة اللي كان بيعملها السنة اللي فاتت ان هو كان بياخد الفرقة يشدها لقدام عشان يقدر يعمل بيها. رفعليك. خطور. وبالتالي فالليفر بول لو ما عندوش الحاجات اللي هي تجليات صلاح او شوطة من بعيد ودي حاجة يعني مش هي السياة في الكرة او ضربات سبتة تسجيله هيبقى شبه مستحيل. طيب انا بقى عايز اه تحديدا نتكلم على ارسنال. ارسنال السنة اللي فاتت كسر الدنيا. وماشي متصدر. وكل جماهير الارسنال مش مصدقة انه ارسنال هياخد البطولة. والناس اللي بتتفرج على البطولة عارف انه ارسنال في الاخر هينخ. الغريب انه ده اللي حصل. هل السنة دي الوضع مختلف هيتعلم ارسنال لانه المشروع بقى اقوى بقى اجمد بقى بقى خلاص اللعيبة وصلت الى مرحلة اكبر او 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 فيها نطج اكتر من هما يقدروا حافظوا على اه فرصهم ومنافساتهم ولا? انا شايف ان ارسنال بقى انضج اقوى من السنال اللي فات اكثر خبرة ولكنه افتقد عنصر المتعة. مم. ولكن في رأيي ده مش مهم. مش مهم ما يكون ممتع بس ارسنال محتاج دوري ما بعد غياب عشرين سنة تسعة عشر سنة. محتاج الدوري. مم. ده اهم من اي متعة خالص. مشروع ارتيتا مع ارسنال بدأ بآ او كان وصل لمرحلة انه هو كان المركز الاخير في الدوري. ده ايه. من سنة من المسلم اللي بعد الكورونا. كان هو اخر المركز في الدوري بعد تلاب ماتشاط. اتغلب من برينفورد وسيتي وتشيلسي. هو رابعة للتلاتة. استقبل خمس تجوان كمان من السيتي وبدأ الكلام عن الاقادة. لحد ما قرر ان هو انا مش هلعب باسلوبي. انا هلعب باسلوب الموجودة. عيبة اللي موجودة. نفس عالتوفورو ما وصلش. السنة اللي بعدها بدأ يضيف اكتر من عنصر فيطبق اسلوبه. وصل لنوع المركز التاني وكان متصدر. ليه كنا شايفين ان هو هينخ كلنا لان ليفر بول مرتين قبل كده نفس السيناريو. مم. فرق طمان وقت وسيتي بيشغل الزنبالك. يجري. الموضوع انتها خلاص. هل تفتكر السادي هيحصل كده برضو? انا شايف ارسنان ناضج اكتر بيعرف يقف على رجله احسن. مش ممتع وبالتالي فيمكن الفرص اللي بيروح بيها مش بنفس القوة. مم. زي قبل كده. ولكن اعتقد ان هو بيحاولوا يدوروا على مهاجم فيناير لو وصل ايفان توني. مهاجم برينفورد اللي هو موقوف دلوقتي. ارسن يبقى احسن. ارسن عنده فرصة في رأيه اكبر من السنة اللي فاتت لانه بقى سابت اكتر في الملعب جود اللي هو في رأيه افضل لعب لحد دلوقتي. افضل صفقة في الدوري كمان. ميديوم شخصية اكبر جدا. وساعتها ارسن اه يقدر ينفس للنهاية. واتصور لو في مهاجم ممكن ارسن يكون بطل الدوري في النهاية. ده شرفتني ونورتني. بشكرك شكرا جزيلا. استمتعنا جدا جدا بك وبالشغل بتاع نهارت. شكرا جدا. شكرا جدا. نا لسه مستمرين مع حضراتكم في جمهور آآ تلتة بعد الفاصل نخدنا الرياضي الكبير. استاذ حسان المستكاوي فخليكم معنا.